النشرة الجوية الرئيسية في هذا الوضع الجوية غدوة إن شاء الله مع الفجر أمطار رعدية لحتميز المناطق الشمالية الغربية والوسطى بينما تكون سماء مغشات على المناطق الشمالية الغربية الشرقية بسحب من النوع العالي والمتوسط تمتد هذه السحب إلى منطقة ألواحات إيليزي مرتفعات الهوغار والتاسيلي لحواء أقصاء الجنوب وترفقها بعض الرعود المنعزلة بينما الصفاء ميز باقي المناطق الجنوبية في الظاهرة إن شاء الله نفس الوضع الجوية تبقى الأمطار رعدية لحتميز المناطق الشمالية الغربية والوسطى لتلتحق في الظاهرة إن شاء الله بمنطقة الأوراس بينما تكون سماء من مغشات إلى غائمة على المناطق الساحلية والمدن الداخلية الشرقية صفاء رحمية شمال الصحراء باتجاه منطقة الصوراء الجنوب الغربي الصحراء الوسطى نحو صحراء تنزروفت باستثناء منطقة ألواحات إيليزي مرتفعات الهوغار والتاسيلي نحو أقصاء الجنوب وين تبقى السماء مغشات وتبقى الرعود المنعزلة تميز هذه المناطق رياه محتدلة نسبيا تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة راح تميز الجنوب الغربي الجنوب الشرقي مرتفعات الهوغار والتاسيلي تتسبب في بعض الزاوبة الرملية لتخلي الرؤية ضعيفة درجة الحرارة الدنيا اليوم في اللي إن شاء الله مقاييس ما بين 16 إلى 18 درجة راح تهم المناطق الساحلية مقاييس ما بين 12 إلى 12 درجة راح تهم الهذاب العليا الوسطى الغربية والشرقية 12 درجة راح تهم المدن الداخلية 19 درجة بمنطقة بن عباس نفس المقاييس بشامل الصحراء 18 درجة بالواحات ومنطقة جانت عدنا 20 درجة بمنطقة الصورة نفس المقاييس بتندوف 16 درجة بتمرست 24 درجة بإيليزي وإناميناس وفي الخط الرابط ما بين أدرار برج بجي مختار نحو أقصى الجنوب على عين قزام وعين أزوى وستوى 20 درجة كأهل مقاييس على عين صالح وتيميمون في الظاهرة إن شاء الله درجة الحرارة القصوى المرتقبة بحول الله 26 إلى 27 درجة راح تهم المناطق الساحلية 26 درجة أيضا نفس المقاييس على كل من برج بواري جمدية بليدة كلمسان غيليزان وماسكر 25 درجة سقهرا سميلة سنطينة وأم البواقي 24 درجة راح تهم الهضاب العليا ككل من باتنا خنشلة جلفة مشرية عين صفرة البيض ونعامة 30 درجة بشمل الصحراء باتجاه منطقة الواحات ككل من حاسم سعود حاسي رمل وبسكرة نفس المقاييس بمنطقة تندوف ما بين 27 إلى 28 درجة على تب البالة بن عباس وصولا إلى منطقة بشار 32 إلى 34 درجة على مرتفعات الهوغار والتاصلي 38 درجة ببرج الحواس إليزي وإناميناس 34 درجة بمنطقة أدرار 39 درجة بعين صالح وتميمون و42 درجة كأعلى مقياس تحتضل المرتقب بحول الله على برج بجمختار عن قزام تيميوين تنزواطن وعين أزوى البحر غدا سيكون مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي ريح تأتينا وفق تيارات جنوبية غربية على السواحل الغربية والوسطى وتأتينا وفق تيارات شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعتها لا تتعدى 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية بينما تقدر تصل إلى 50 كم في الساعة على السواحل الوسطى والغربية الرؤية راح تكون من 3 إلى 4 أمية البحرية على طول الشريط الساحلي قبل أن نختمه نذكركم بالمعلومات الفلكية لتخص العاصمة وضواحيها لغدا إن شاء الله الجمع 14 أكتوبر 2016 شرق السم الشمس راح يكون على الساعة السادسة و54 دقيقة بينما الغروب يكون في حدود ساعة السادسة و12 دقيقة للتذكير العناويل الإلكترونية لا يظهر أسفل الشاشة دائما راح في الخدمة لمزيد من المعلومات من خص الجو وحتى البيئة أمسية طيبة مع بقية برامة شرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر